اطلق مركز الجينوم الوطني بوزارة الصحة برنامج الفحص الجيني لحديثية الولادة بالتعاون مع المستشفيات الحكومية لتقديم خدمات صحية اكثر تميزا تعزز من صحة وجودة حياة المواطنين والمقيمين هذا وكدت وزارة الصحة بان مركز الجينوم الوطني قد بدأ بدراسة التقارير الطبية والتشخيصية للدفعة الاولى من عينات المشاركين في الحملة الوطنية للجينوم فحوصات متقدمة اساليب متطورة في طرق التعرف على الامراض المختلفة تبدأ من الحبل السري للمولود اطلقها مركز الجينوم الوطني بوزارة الصحة ضمن برنامج فحص المواليد والذي يتولى عملية تحليل التسلسل الجيني الكامل بهدف الكشف المبكر عن الامراض الوراثية التي حددها الطباء قسم الاطفال والوراثة والتي قد يستدعي بعضها التدخل الطبي لوضع العلاج المناسب المشروع الوطني للجينوم لحديثي الولادة يعتبر مشروع رائد على مستوى المنطقة وعلى مستوى البحرين بل على المستوى العالم حتى في العالم اللي موجود يكون مشروع المنطقة معينة نحنا هنا في البحرين بيكون مشروع وطني ان شاء الله بشمال جميع المواليد الفكرة في المشروع انه اخد عينات من الحبل السري من دم الحبل السري لأطفال حديثي الولادة وفحص المادة الوراثية للحمض النووي الدي انا او ما يعرف الحمض النووي الريبوزومي الناقص الاكسجين بالنسبة للاطفال اللي بيستفيدون وهاليهم بيكون هناك اكتشاف مبكر لامراض النادرة والامراض الوراثية والامراض المستعصية مما يسهل العلاجهم ويكون العلاج سريع مما يقلل المضاعفات التي ممكن ان تنتج عن هذه الامراض هذا الفحص المتقدم تبدأ رحلة العمل به من خلال سحب عينة دم من الحبل السري للمولود بموافقة ولي الامر وبعد ذلك تنتقل هذه العينة لمختبرات الجنم والذي يتم تحليلها بأحدث تقنيات الهندسة الوراثية وبرامج الذكاء الاصطناعي ما يميز المشروع ممكن في المستقبل لا سمح الله لو كان هناك امراض نادرة وممكن الواحد يتنبع اليها ويمكن يعطي العلاج المباشر كذلك اهمية المشروع فيما يعرف اليوم بالعلاج الفردي وهو استجابة بعض الاشخاص لبعض الادوية بنفس المرض بنفس الحد واناك اطفال لا يستجيبون بنفس الدواب بنفس المرض فيختلف استجابة من مريض لمريض ويمكن شرحها عن طريق الجينوم ثقة كاملة في كل ما تقوم به مملكة البحرين في سبيل الارتقاء بالصحة العامة ويأتي تعاون اولياء الامور لاشراك ابنائهم في هذا الفحص لتكون لهم بصمة في رسم المستقبل الصحي لابنائهم فرصة سعيدة المشاركة في هذا البرنامج الوطني لفحص دم المولود حديث الولادة للكشف عن الامراض وتوفير العلاج المناسب في حال وجود امراض لا سمح الله وننصح اولياء الامور انهم يبادرون في المشاركة في هذا الحملة الوطنية لمستقبل الاجياء القادمة اجهزة متقدمة تعمل بأعلى معايير الجودة العالمية يضمها مركز الجنم الوطني تتولى عملية فحص وتحليل العينات ومن ثم تخزينها في ثلاجات خاصة للعودة اليها في اي وقت خصوصا وان هذا الفحص الوراثي يتم مرة واحدة فقط في العمر يأتي اطلاق برنامج الفحص الجيني لحديث الولادة ليساهم في الكشف المبكر عن الامراض الوراثية لتفادي مضاعفاتها وتلقي العلاج المناسب في مراحل مبكرة بالاضافة الى ارشاد الوالدين حول الانجاب في المستقبل في حال وجود مرض وراثي لدى احد الاطفال خول اللي جرينيس لمركز الاخبار تلفزيون البحرين